مشاهدين الكرام، ننوه مع حضراتكم لهذا الخبر العاجل اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالحماية الاجتماعية وقد استعرضت السيدة نيفين القباج في هذا الإطار جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات إلى جانب سبل توفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لأسرهم وأيضا مساعدة غير القادرين منهم على قضاء مديونياتهم فضلا عن جهود الوزارة في توعية المجتمع بخطورة ظاهرة الغرم وأهمية تجنب السلوكيات الاستهلاكية المبالغ فيها في عملية التجهيز للزواج والتي تمثل أحد أهم أسباب تلك الظاهرة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بضرورة التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المختصة بشأن تطقيق قوائم الغارمين ومنح الأولوية للسيدات المعيلات والأرامل والمسنين والتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في مساعدة الأسر غير القادرة على تيسير شؤون الزواج والمساهمة في سداد المديونيات كما شهد الاجتماع عرض الجهود القائمة لتوفير سبل الحماية الاجتماعية والتأمينية للمزارعين ضمن مبادرة حياة كريمة لترسيخ دور الدولة في الاهتمام بهذه الفئة وتشجيعهم على الانضمام إلى القطاع الرسمي والتعامل مع المؤسسات المالية حيث تم في هذا الإطار استعراض الدراسة التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إمكانية اشتراك المزارعين في نظام تأميني يضمن لهم الحماية من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة تحت مسمى معاشك بإيدك والذي يستهدف المزارعين بفئتهم العمرية المختلفة ويطيح نظم سداد مارينة بدفعات نقدية يسهل على الفلاح سدادها مع عرض التجارب الدولية المماثلة في هذا الخصوص للوقوف على أفضل الممارسات فيما يتعلق بمظلة الحماية الاجتماعية لفئة المزارعين وقد وجه السيد الرئيس بتطقيق الإحصائيات الخاصة بالمزارعين على مستوى محافظات الجمهورية لضمان شمول الجميع في مظلة الحماية الاجتماعية فضلا عن قيام وزارة التضمن الاجتماعي في هذا الإطار بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والقطاع المصرفي للاستفادة من نظم الرقمنة والشمول المالية وذلك بهدف تحقيق الاستقرار والانتظام لهذه المنظومة وضمان استدامة توفير مصادر تمويلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر